وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى دُو مِرْوَةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَالَقُوا بَقْعُ سَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآه أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَاه وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رآى من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّى لَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أَمْ لِلْإِنْسَا لِمَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض أن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوه ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداه أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزر وازرة وزر أخراه وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكاه وأنه هو أبات وأحياه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمناه وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقناه وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقاه وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغاه والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشاه فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر